الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 تناول درجة حرارة الهواء ارتباط درجة حرارة الهواء المحيط ماذا يعني ذلك ينطبق رمز مشكلة التشخيص التشخيصي DTC العام هذا على العديد من مركبات OBD2 قد يشمل ذلك على سبيل المثال للحصر المركبات من مرسيدس بنز جيب مازيدا فورد ألخ إذا كان لديك محرك خدمة مصباح قريبا مصحوبا برمز P009A فهذا يعني أن وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM قد اكتشفت وجود اختلاف في الإشارات المرتبطة بين مستشعر درجة حرارة الهواء الداخل ومستشعر درجة حرارة الهواء المحيط يجب مراقبة درجة حرارة الهواء المحيط ودرجة حرارة الهواء المحيط قارنطا لضمان عدم إعاقة أي عوائق لتدفق الهواء الحيوي إلى مدخل المحرك تتكون مستشعرات AAT عادة من مقاوم حراري بارز من غلاف بلاستيكي على قاعدة ثنائية الأسلاك يتم إدخال المستشعر في أنبوب سحب الهواء أو غلاف مرشح الهواء يدمج تصميم مستشعر AAT الثانوي المستشعر داخل مبيت مستشعر تدفق الهواء الشامل في بعض الأحيان يتم وضع المقاوم الحراري AAT بالتوازي مع السلك الساخن وأحيانا أخرى يقع في منطقة راحة بعيدا عن تدفق الهواء تحقق من مواصفات موقع مستشعر AAT للسيارة المعنية قبل إجراء أي افتراضات عادة ما يتم وضع المقاوم الحراري بحيث يتدفق هواء السحب عبره تم تصميم غلاف المستشعر بشكل نموذجي ليتم حشوه في نقطة التركيب الخاصة به من خلال جروم مطاط سميك كلما زادت درجة حرارة هواء السحب ينخفض مستوى المقاومة في المقاوم AAT مما تسبب في جهد الدائرة للتحرك نحو الحد الأقصى المرجعي عندما يكون الهواء أكثر برودة تزداد مقاومة مستشعر AAT وينتج عن ذلك انخفاض جهد دائرة استشعار AAT يرى PCM هذه الاختلافات في جهد إشارة مستشعر AAT كتغيرة في درجة حرارة هواء السحب يعمل مستشعر درجة حرارة الهواء المحيط بنفس الطريقة التي يعمل بها مستشعر AAT عدتا ما يتم وضع مستشعر درجة حرارة الهواء المحيط بالقرب من منطقة الشواء سيتم تخزين رمز P009A وقد يضيء مصباح مؤشر عطل MAL إذا اكتشف PCM إشارات الجهد من مستشعر AAT ومستشعر درجة حرارة الهواء المحيط التي تختلف بأكثر من الحد الأقصى المسموح به لفترة معينة من الوقت في بعض تطبيقات السيارة قد تتطلب إضاءة MAL دورات إشعال متعددة مع الفشل ما مدى خطورة هذا DTC يعتبر إدخال مستشعر AAT مهما جيدا لتوصيل الوقود ويجب تصنيف الرمز المخزن P009A على أنه شديد ما هي بعض إعراض الكود قد تتضمن أعراض رمز محرك P009A ما يلي قد لا تظهر أي أعراض تظهر مع هذا الرمز مشكلات قابلية المحرك انخفاض في كفاءة الوقود ما هي بعض الأسباب الشائعة للرمز قد تتضمن أسباب رمز المحرك هذا ما يلي مستشعر AAT غير متصل بعد الخدمة مستشعر درجة حرارة الهواء المحيط السيء مستشعر AAT الخاطئ فتح الدوائر أو الموصلات أو تقصير الدوائر PCM أو PCM المعيب خطأ في البرمجة ما هي بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها P009A قبل تشخيص P009A سأطلب مقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء مع مؤشر ليزر وماسح دوئي تشخيصي وفولات أو متر رقمي DVOM أمصدرا لمعلومات السيارة الموثوقة سيحثني رمز مستشعر AAT المخزن على فحص عنصر مرشح الهواء يجب أن تكون نظيفة نسبيا وإدخالها في السكن على النحو المنشودي يجب إجراء فحص بصري لمستشعر AAT وأسلاك وموصلات نظام استشعار درجة حرارة الهواء المحيط إذا بدأ عنصر مرشح الهواء يعمل بشكل صحيح بعد ذلك سوف أقوم بتوصيل الماسح الضوئي بمنفذ تشخيص السيارة واسترداد جميع الرموز المخزنة وتجميد بيانات الإطار أحب عموما كتابة هذه المعلومات يمكن أن تكون مفيدة عندما تتكشف عملية التشخيص الآن سأقوم بمسح الرموز واختبار السيارة لمعرفة ما إذا كان P009A قد أعيد تعيينه يجب أن يسفر مصدر معلومات السيارة عن مخططات الأسلاك ومخططات تثبيت الموصل ومواصفات اختبار المكونات ووجهات نظر الموصل للسيارة المعنية ستكون هذه المعلومات حاسمة عند اختبار الدوائر وأجهزة الاستشعار الفردية تذكر أن تقوم بفصل PCM وجميع وحدات التحكم ذات الصلة لمنع تلو في وحدة التحكم عند اختبار دوائر النظام الفردية للمقاومة والاستمرارية مع DVOM اختبار AAT ومستشعرات درجة حرارة الهواء المحيط استخدم DVOM ومصدر معلومات السيارة الموثوقة ضع DVOM على اعداد او من افصل المستشعر المراد اختباره اتبع مواصفات اختبار المكونات يجب اعتبار الحساسات التي لا تتوافق مع مواصفات الاختبار معيبة تحقق من الجهد المرجعي والمصبار الارضي ودبوس الدائرة المرجعية لموصلات AAT الفردية ومستشعرات درجة حرارة الهواء المحيط باستخدام سلك الاختبار الايجابي لم DVOM دبوس الارض مع سلك الاختبار السلبي مع تشغيل المفتاح وايقاف المحرك KOEO اختبر الجهد المرجعي عادة 5 فولت وارض عند موصلات اجهزة الاستشعار الفردية اختبر دارات اشارة مستشعر درجة حرارة الهواء المحيط وAAT يجب ان يكون موصل الاختبار الايجابي DVOM يجب توصيل سلك الاختبار السلبي بارضية المحرك الجيدة المعروفة عند اختبار دائرة الاشارة استخدم مقياس الحرارة بالاشعة تحت الحمراء للتحقق من AAT ودرجة حرارة الهواء المحيط مراقبة تدفق بيانات الماسح الضوئي ومعرفة ما هو AAT ودرجات حرارة الهواء المحيط يتم ادخالها في PCM او استخدم الرسم البياني لدرجة الحرارة الى الجهد الموجود داخل مصدر معلومات السيارة لتحديد ما اذا كان كل مستشعر يعمل بشكل صحيح يتم ذلك عن طريق مقارنة جهد دائرة اشارة المستشعر الفعلي المعروض على DVOM بالجهد المطلوب اذا كان اي من المستشعرات لا يعكس درجة الجهد المناسبة وفقا لم AAT الفعلية ودرجة حرارة الهواء المحيط فيعتقد انه سيء اذا كان AAT والهواء المحيط تعكس دارات اشارة مستشعر مقدار الجهد المناسب اختبر دائرة الاشارة للمستشعر المعني في موصل PCM باستخدام DVOM اذا كانت هناك اشارة مستشعر مناسبة في موصل المستشعر غير موجودة في موصل PCM تشك في وجود دائرة مفتوحة بين العادمين جميع الاحتمالات الاخرى وفشل PCM المشتبه فيه او خطأ برمجة PCM فقط اذا كانت جميع اجهزة استشعار ودرجات حرارة الهواء المحيط ودائرة الهواء ضمن المواصفات من المرجح ان تساعدك نشارات الخدمات الفنية TSB الموازية للسيارة والاعراض والرموز المخزنة في تشخيصك